أهلا بكم مرة أخرى في تعلم العربية معنا اليوم سوف نكمل قراءة تفسير القرآن الكريم للشيخ الشعرون أي أن مهمة هذا الكتاب هي أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى نور الإيمان لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات يرى الآيات فلا يبصرها ويعرف أن هناك حسابا وآخرة ولكنه ينكرهما ولا يرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير المأمونة في كل شيء في العمر والرزق والمتعة ولو تطلع إلى نور الإيمان لرأى الآخرة وما فيها من نعيم أبدي ولا عمل من أجلها ولكن لأنه تحيط به الظلمات لا يرى والطريق لأن يرى هو هذا الكتاب القرآن الكريم والطريق لأن يرى هو هذا الكتاب القرآن الكريم لأنه يخرج الناس إذا قرأوه من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الحقيقة واليقين وبين الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلتفتون إلى الدنيا وحدها هم كالأنعام التي تأكل وتشرب بل أن الأنعام أفضل منهم لأن الأنعام تقوم بمهمتها في الحياة بينما هم لا يقومون بمهمة العبادة فيقول الله الحق تبارك وتعالى وهكذا يخبرنا الحق أن آيات كتابه الكريم ومنهجه لا تأخذ بالتمني ولكن لا بد أن يعمل بها ولكن لا بد أن يعمل بها وأن الذين كفروا في تمتعهم بالحياة الدنيا لا يتفرعون لا يرتفعون لا يرتفعون فوق مرتبة الأنعام وإنهم يتعلقون بأمل كاذب في أن النعيم في الدنيا فقط ولكن الحقيقة غير ذلك وسوف يعلمون وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التي ورد فيها ذكر الكتاب أنه كتاب يبصرنا بقضية القمة في العقيدة وهي أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو بهذا يخرج الناس من الظلمات إلى النور وإن يلفتهم إلى آيات الكون وإن يعرفوا أن هناك آخرة ونعيما أبديا وشقاء أبديا وأن يقيم الدليل والحجة 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 على الكافرين وأن قوله تعالى ذلك الكتاب يحمل معنى التفوق الكامل الشامل على كل ما سبقه من كتب وإنه سيظل كذلك حتى قيام الساعة ولذلك وصفه الحق تبارك وتعالى بأنه كتاب ليكون دليلا على الكمال شكرا جميعا أتمنى أن تقوموا بإمكانكم ذلك ونرى لك المترجمات مع السلامة